اشتركوا في القناة تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة تسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوة وأكواب موضوة ونمارق مصفوفة وذرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا ما تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأعلى فيها حاجات كتيرة ممكن تتقال كمثال يعني صورة الأعلى حلة مشكلة التطور في كلمتين أنا الحلقة رقم اتنين أو تلاتة من النصب الأولين كنت اتكلمت فيها مع حضراتكم على نظرية التطور أو ظاهرة التطور حرجع لها تاني زي ما أعطوكو بس أنا يعني لوقت عندي دايق فهوعودي بتتأخر كتير قوي بس إن شاء الله حوارثي بيها واعطوكو أن أحامل مجموعة حلقات عن السماء ومجموعة حلقات عن التطور إن شاء الله هنتطور من خلاص الكلمتين بس قفلنا صورة الأعلى وحنبتدي النهاردة مع بعض في صورة الغاشية وزي ما تفهان احنا مش بنكلم في تفسير القرآن احنا بنكلم في علم وعلاقة العلم ده بعد عيات القرآن ربنا سبحانه وتعالى صورة الغاشية بتبتدي هل أتاك حديثه الغاشية ربنا بتكلم على النار وأهل النار وجوهن يوم أزن خاشعة عاملة من ناصبة تصل نارا حامية إلى آخر الآيات وبعد كده من أول الآية رقم 8 بتكلم على أهل الجنة وجوهن يوم أزن نعيمة لسعيها راضية في جنتنا عالية لا تسمع فيها لاغية إلى آخر الآيات وبعد كده ابتدى يتكلم من أول العجل رقم 17 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أنا بقوله ده رأي الشخصي ومحدث شزعل مني في رأي الشخصي دوت وأنا أشكر زميلي اللي تكلموني مبارح بعد حالة مبارح وقالوا لي على حاجة كده أنا عملتها مكانش مفوضة أعملها بس أنا قلت له ما أنا عملها كان هنا أنواع الاختبار يعني أشكرهم جزيرا كلهم أنا بقول وده ببقى رأيي أن القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى هو كتاب علم علم علمي وعلم ديني وعلم فلكي وعلم دنيوي وعلم إنسانيات وعلم اجتماع وعلم قانون وفيه أحكام يعني هو كتاب بلام علوم الدنيا كلها وفيه بعض الأحكام الدينية اللي احنا بنأخذ بيها فهو كتاب علم في الأول وفي الآخر ده رأيي أنا الشخص اللي حادش يزعل مني لو رأيي ده غلط لأن أنتوا النهاردة عزعلوا مني كتير قوي وبالتالي لما يوصن ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يقيم الحجة أنا عندي علة اتنين علة دخلوا الجنة ولدخلوا النار بيكون الحجة بإيه بعلم أفلا ينظرون إلى القبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الشبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف ستحت أنا مش عايز أقول إن دي أدلت وجود ربنا سبحانه وتعالى على الأرض لكن ربنا تهيني بيتحدانا فكلما كلمنا على الذي خلقه فهسوى ربنا هنا بيقول لهم أدي الخلق بتاعي بقى أدي خلق القبل وأدي خلق السماء وأدي خلق الجبال وأدي خلق الأرض شفتوها درستوها عرفتوها أفلا ينظرون إلى القبل كيف خلقت إلى آخر العيات شفتوا خلقي عامل إزاي تعرفوا تعملوا دوت تعرفوا تخلقوا كائنات زي ديت تعرفوا تعملوا كواكب زي اللي أنا عملها ديت تقدروا تحكموا في الشمس ربنا سبحانه وتعالى لما جاء تحدى النمرود سيدنا أبريم لما جاء تحدى النمرود قال له إن ربي يحي وميت قال له أنا وحي وميت فسيدنا أبريم قال له إن ربي يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها أنت من المشرك إن ربي يأتي بالشمس من المشرك فأتي بها أنت من المغرب فأبوه تلازي كفر ما قدرش فربنا يتحدنا بعظمته في الخلق دوت شوفوا الحاجات دي تعاملت إزاي قلوا لي تعرفوا تعملوا تاني ولا هو ده اللي خلقها فسوى أنه كل حاجة بمقدار وكل حاجة بمزان ضقيق جدا إحنا نقدر نعمل نخلق أحاجات كتير لكن ما نقدرش نخلق أحاجات زي اللي ربنا عملها دا لأنها أحيانا بيتقل كتير أنتوا كلية العلم دي ملاش لازمة تدرسوا فيها إيه يعني إيه تقودوا تشرحوا الضفضاعة ويعني تمسكوا زهرة تحت الميكروسكوب وتقودوا تشرحوها وسحلية تشرحوها وشو تاخدوا شوية تعيناتهم الأرض وتحللوها يعني شغل يعني بعض الناس قلولي علم لا ينفع وجهل لا يضر فبقول لهم معلش أنتوا محدش فيكم مسك كتاب اللي هو قراء لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قلنا قفل ينزرون على قبل كيف خلقت غير نوع بتحدانا بيقول لنا شوفوا دا ويدرسوا فده أمر من ربنا إن احنا ندرس نبات وحيوان والأرض والسماء الناس قلولي يعني الأمريكان لو كانوا المليارات اللي بيصرفوها دا يتعالى دراسة الفلك والنجوم السوداء والسقوب السوداء والدرك ماتر والحاجات دي كلها مشكات البشرية يعني أولى بالحاجات دي أولى بالفلوس دي فبقول لهم تخيلوا بقى أن هما بيعملوا ربنا قال عليه سواء عشان يكيم الحج عليهم أو يكيم الحج علينا احنا لكن في نفس الوقت العلم سواء كان علم دنياوي أو علم ديني احنا لازم نتعلمه لازم نبحث ولازم نشوف ربنا بأمورنا ما شفتوش القبل اتخلقت ازاي لازم نشوف القبل اتخلقت ازاي والسامة اتخلقت ازاي لازم نتكلم في الحاجات دي لازم نعمل لكم برنامج وأشرح لكم فيها الحاجات دا لازم ندرسها في الكليات بتاعتنا عشان المؤمن يزدد ايمانا والكافر يتقيم علي الحجة لأن في الأول وفي الآخر نرأي ان ربنا للاتنين قالوهم بصوا على الحاجات دا للي دخلوا الجنة وللي دخلوا النار وده يبعد أو يعني انها داتا بيتقلي برضو كلام كتير قوي ان الناس كل ما الناس بتتعلم اكتر كل ما لحدها بيزيد فقالت لهم لا ازاي مين اللي قال كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى فالهمها فجورها وتقواها كل واحد فينا نفسه بتأمره بحاجة فاللي نفسه تميل الى الايمان وتميل الى حب الله سبحانه وتعالى لما يتعلم العلم الدنيا والكامية والفازية والاحياء والباولوجيا والحاجات دا بيزداد ايمانا وطقا وواحد تاني نفسه بتميل الى الشيطان بتميل الى المعصية بتميل الى الكفر فلما يتعلم يدور على اثباتات وحاجات تقوله ان ربنا مش موجود لك ربنا بيقوله لا انت هتلقيني في كل حتة ومهما درست ومهما ما اتعلمت هتشوفني ما مش موجود لان الاربع ايات دول يا جماعة انا اقدر وانا اقلكم علما ان في كل اية من الاربع دول اعمل تلاتين حلقة مش حلقة واحدة بس وان شاء الله الست سبع حلقات اللي جايين حيبقوا على الاربع ايات دول لان الاربع ايات دول فيهم فحديات جميلة وفيهم مشاكل كتيرة وفيهم حلول عظيمة وفيهم كلام جميل جدا ان لما بقرأهم جسمي بيقاشعر بس انا في الصورة دية في صورة الغشاعة قبل ما اتكلم الترابط العلمي في الاربع ايات دول من اول اي رقم سبعتاشر فلا ينظروا الى ايب الكلفة خلقت لحد الاية عشرين والارض كان في صورة الحط كان بيتستوقفني اية غريبة رقم 11 ربنا هو بيتكلم على اهل الجنة وجوهني ومأز النائمة لسعيها راضية في جنت عالية لا تسمع فيها لاغية في تفسير الكرطبي كلمة لاغية يعني اللغو في الكلام ما لا يفيد من الكلام الكذب بالكلام الحلفان الزور او او يعني حاجات كتير اوة كلها تميل الى ان الكلام اللي ملوش معنا وكلام اللي ملوش لازمة والنميمة والكذب والحلفان الكذب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة